اتفقت اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري خلال اجتماعها في مدينة طابة المصرية على استمرار العمل بآلية دخول الشاحنات والبرادات إلى أراضي البلدين وبموجب الاتفاق سيستمر العمل بدخول الشاحنات محملة أو فارغة إلى الأراضي الأردنية والمصرية بالدخول والعودة عبر نفس خط العقبا وابع مع استمرار سداد مبلغ 600 دولار للاشتراك في منظومة النقل ومبلغ 100 دولار لغير المشترك في المنظومة عن كل شاحنة للدخول فارغة من كل رحلة حتى الثلاثين من حزيران من العام 2018 واتفق الجانبان على عقد اجتماع اللجنة الفنية المشتركة خلال شهر كانون الأول من العام الحالي في الأردن لبحث كافة المواضيع التي تهم البلدين في قطاع النقل